سلام عليكم ازايكم عاملين ايه? انا احمد جويش ودي قناة برومو اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة انا هتكلم عن فيلم The Little Things. فيلم ده بيعتبر ان هو ايه? اول استضام قوي احنا بنصطدم به سنة 2021. اول فيلم الناس بتبقى مستنية واول فيلم بتبقى فيه عيون عليها اللي هو مستنية تشوف يا ترى ده ايه? وده بسبب ايه? بسبب ان هو بيضم لتلات نجوم اسكريين. بيضم دانزل واشنطن. الراجل صاحب كاريزمة رهيبة جدا ومعها اتنين اسكار. ممثل يمكن من احسن ممثلين ممكن تشوفوهم في حياتكم. وكمان معها رامي مالك برضو اللي معها اسكار. وكمان جارد ليتو. نجم برضو محبوب جدا وادواره كلها اكثر من رائعة. وبرضو معها اسكار. التلاتة دولة تخلوا الفيلم ده يعني ايه? الناس مستنية لان احنا كده يعني انت اجايب لي تلات نجوم معهم اسكار فخلاص انا مش عايز حاجة تاني انا عايز اعطت كده جيب الفيلم ده اتفرج عليه كده. واشوف بقى اداء تمثيلي رهيب. والفيلم بيحكي عن ان فيه قاتل متسلسل وفيه اتنين زباط بيحاولوا يمسكوه. قاتل كده بيقتل البنات. والزباط بقى عارب بيحاولوا يمسكوه مش لقينا عليه دليل وما فيش حاجة ضده كل الكلام ده. يعني لو راجعنا بالزمن كده شوية هتلاقي ان يعني انت حتى الوهلة الاولى كده وانت بتتفرج هتحس ان انت ايه يعني داخل على كده. عارفوا هو فيلم فيلم طبعا عظمة. هتلاقي ان هو ايه يعني ياه بيحاول كده ينقش كده. اه يعني هو ياريته طبعا كان زي بس اه ما علينا. هو الوهلة الاولى هتحس ان هو زي كده. لكن بعد كده ايه هاخد شوية مجريات مختلفة عنه شوية. الفيلم فيه جزئين مخيبين للأمال جدا. اول جزء منهم هو الاداء التمثيلي. انا قلت في اول الفيديو يعني احنا جابين تلات نجوم اسكريين. وخلاص انت اول حاجة شايف كده الفيلم واول حاجة بتجيه في بالك انت شايف تلات نجوم اسكريين. يعني انت مستني منه مباراة تمثيلية رهيبة. بعيدا عن الفيلم اساسا بعيدا عن القصة عن الدراما عن الاخراج. عن اي حاجة. انت مستني تشوف يعني التلات نجوم دولة هيعملوا ايه مع بعض. اول حاجة دانزل واشنطن. دانزل واشنطن انا قلت في اول فيلم ان هو ممكن من احسن الناس اللي تشوفها بتمثل في حياتك. فعلا الراجل لا انا بحبه بحب اشوفه بيمثل. فعلا ولو مسلا جيت اعمل قايمة اكتر عشر ناس ممثلين انا شايفهم ان هم بيمثلوا حلو بيعرفوا يمثلوا واكتر ناس بحبهم هحط فيهم دانزل واشنطن. والراجل معا اتنين اسكر انا مش مستني رأي فيه. بس هو بقاله يعني كم سنة كده هو ماشي على نفس الرتم. ماشي على نفس الحاجة. هو راجل بيمثل بكاريزونته. معرفين اللي هو ايه? يعني هو الفيلم منور بوجودك يا معلم والله مش محتاجينك تمثل معنا. نفس الاستنبا نفس الحاجة وهنا يعني هنخلص بقى اداءه في الفيلم ده. اداءه في الفيلم ده يعني هو نفس نفس الرتم على طول. مفيش الفعالات مفيش اي حاجة ما بتشوفش اي حاجة. مسلا مشهد او مشهدين. هو اللي بنشوف له فيهم اي حاجة. وبقى المشاهد هو ثابت على نفس الرتم. ودي طبعا يعني نجم كبير زيه وبرضو حاجة هتعاب عليه. ومش بس لانزل واشنطن كمان اللي اداءه مخيب للامار. لأ رامي مالك كمان. يعني رامي مالك بيعمل في الفيلم دور المحقق الشاب الناجح اللي لسه الحياة قدامه المشهور اللي الناس كلها بتحبه. ده يعني مفروض دور ان هو شاب بقى منفتح على الحياة كده وعارف حاجة تبهج انت حياتك كويسة يعني. مفيش حاجة مسلا فيها اللي ايه بنغس عليك عشتك تخليك ارفان من ناس طول النهار. لكن بتلاقي كده ايه? يعني رامي مالك بيبدأ كده الفيلم ماشي عادي شوية بتلاقيه تحول لرامي مالك في مستر روبوت. فجأة كده بتلاقيه قلب. قلي وتقل درسون تامي. نفس الاداء الجامد نفس الحاجة الشخص الكاره للمجتمع كاره للحياة كلها ما بيعملش اي حاجة. فازاي بقى اللي هو يعني انت منين نجح في حياتك وكده وشاب والناس بتحبك ومشهور. فجأة اداء اللي هو اداء جامد. ما فيش اي حاجة. نفس مستر روبوت بالزبط. دي يعني يعني تخبط في الشخصية كبير جدا. وحاجة مش كويسة لنجم اسكاري. ونجم لسه شاب برضو مفروض ان هو بيعمل كل دور علشان يسبت رجله كده في هولوود. لكن برضو اداء مخيب للامال جدا من رامي مالك. بينيجي بقى يعني للحسنة التمثيلية الوحيدة اللي في الفيلم. جارد ليتو. جارد ليتو كان بيعمل دور اللي هو ايه يعني لو حنكرن بسيبن كان بيعمل بدور كيبن سبيسي. وطبعا برضو ما وصلوش عشان ما نقفرش في الموضوع. بس هو ايه يعني المجرم اللي هربنا منه من الاخر يعني. اه عمل الدور حلو بصراحة. ويعني من كام يوم كده هو نزله صور في نسخة زاك سنايدر بتاعة جاستيس ليج. متهيقلي ان هو بيعمل لنا كده لدور الجوكر اللي هيقوم بيه في جاستيس ليج. واتمنى ان هو يبقى حاجة كويسة. ودوره في الفيلم ده كان كويس جدا احسن من من زميله التانية الاسكاريين وهو لأ كان احسن منهم بكتير الصراحة. نتكلم بقى عن الدراما وعن سيناريو الفيلم. اول حاجة هتاخد بالك منها ان الفيلم ده وقته طويل جدا على احداثه. هتلاقي الاحداث فيها مط طويل جدا. فوق الوصف يعني فوق الفيلم محتاجة. هتلاقي مشاهة ديامة ملاش لازمة في الفيلم. حسنه هو بيطور في وقت الفيلم وخلاص. طب دي حاجة هتنعكس بالسلب يعني خلاص رتم الفيلم بطيء وهزهق وانا بتفرج عليه وهعاوز ان انا خلاص في الفيلم ده وروح اشوف اي حاجة تانية. لكن برضو بتلاقي الفيلم مستمر معاك وبتلاقي مشاهد ملاش اي لازمة محشورة كده في النص وخلاص. كمان سيناريو الفيلم ضعيف جدا. الكتابة في الفيلم ده المستوى بتاعها قليل خالص يعني انت الشخصيات كلها متخبطة. الفيلم ذات نفسه كده مش ماشي اساسا. تحس ان هو مش راكب مع بعضي بيجيب لك حتة من الشرق على حتة من الغرب. مش بقى بنظام ايه اللي هو بيتوهك. لا انه هو بيعملها بطريقة وحشة. بطريقة مستفزة كمان. هو لعب كل اللعب على ان هو هيعمل لك في الاخر فانت بقى هتنبهر بالنهاية وهو هياخد سوكسين نجاح والله وعملنا فيلم جميل وخلاص وحطمنا الاركام الكياسية وشارب فيه كل الكلام ده وبس يعني هو الكل تحس ان هو بيعمل فيلم اساسا عشان بيعمل فيه في الاخر ونهاية مفاجئة. وده ما حصلش حتى عن انت النهاية بتاعته مفاجئة لو انت ازاي عملت كده انت اكيد من عالم تاني. لا عادي يعني النهاية مكنش فيها اي حاجة. والفيلم حتى مليان حاجات برضو مش عقلانية ومستفزة. وهنا يعني انا بنبه ان انا ايه ححرق نقطتين تلاتة كده في الفيلم. اه اول حاجة عايزة اقولها اه لما كان الزابط لما كانوا بيرقبوه والزابط ركب معاه العربية. يعني دلوقتي ده مجرم وانت بتركب معاه العربية اللي هو ازاي بانوعة لانت بتركب. لو بتقلبها كده في دماغك. لا مش مش ماشي يا جماعة. معلن. ركب يا سيدي معا. ايه هو هو ده لحتة? وخلاها يحفر فيها. اه برضو يعني انت زابط بنخلي المجرم بامورك تعمل ايه? يعني عارف المجرم اللي هو يعني مسيطر على الزابط خالص. ماشي. المجرم خلى الزابط يحفر ايش? طبعا. فيش مشكلة. فيه برضو نقطة كمان لما هو يعني جاب اخره منه تانه ضربه بالبتاع تانه واقع ميت. اللي هو ايه يا عم انت بتتلكك عشان تموت ولا ايه? ده ضربة خفيفة عادية يعني ما ما تبقاش كده. اه ضربت ضربة تانه واقع ميت على طول. فهو برضو حسيت ان هي الحاجات دي مش عقلانية. ممكن تبقى عقلانية بنسبة لناس تانية لكنها بالنسبة لي مكادش عقلانية وحسيت ان هي دي صغرات كده في سنياروي والفيلم مكادش كويسة. في النهاية احب اقول ان الفيلم ده كانت تجربة سيئة. وم اعتقدش ان فيه حد هنبسط لما يشوفه. تجربة مخيبة لامال بالنسبة للناس اللي بتمثل فيه. واول استضام لنا بفيلم يبقى كده حاجة يعني مش مبشرة. بس ان شاء الله يعني هنشوف حاجات تانية احسن. حتى للممثلين دول اكيد هنشوف لهم حاجات تانية احسن. لان هما اكيد مش راضيين عن ادوارهم في الفيلم دي. ولا راضيين عن الفيلم ذات نفسه اساسا. لكن ان شاء الله يعني لسه فيه احنا هنشوف جارد ليتو في اه زاك سنايدر كات بتاع جاستيس ليج. وهنشوف كمان رامي مالك في اه فيلم جيمس وون الجديد نو تايم تو داي. ومش عارف ده انزل واشنطن الصراحة ايه في ايه بس اراجل ده يعني كاريزمة رهيبة في اي يعني كان في اي حاجة حتى رو بيمثل بكاريزميته بس كده هو مية مية. وبس كده ده كت كل حاجة النهاردة قريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى باللايك المتين وتعملو لي سبسكراب للقناة وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. وفعلوا زر التنبيهات عشان كل منزل حاجة جديدة تشوفوها. وبس كده. السلام عليكم.